السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام اليوم عنا فيديو مهم جدا جدا يعني رح نتحدث عن 6 طرق قوية وكبيرة وبسيطة وسهلة وهي أصلا للمبتدئين لأنه قناتنا الحمد لله كلها للمبتدئين فهاي الطرق مهمة كثير كثير في صناع جهاز كشف الذهب وجهاز كشف المعادن هاي الطرق اخواني الكرام كل طريقة لكن إلا طريقة واحدة أنا شفتها يعني أفضل الطرق رح نحكي فيها كلها لا تقدموا الفيديو خليكم معنا خطوة بخطوة حتى تقدر تستفيدوا من هذا الفيديو بالشكل الصحيح أول دائرة عننا دائرة بسيطة جدا جدا طبعا كل الطرق اللي رح أشرحها اليوم هي دوائر أو هي جزء من دائرة هي بسيطة جدا جدا يعني سهلة بسيطة قوية وبتقدر تعتمدوها لجهاز كاشف معادن وبتطلع في خارج البيت الطريقة الأولى هي دائرة صغيرة نشغلها مع الراديو أي راديو كان على موجة الأم اتطلوا أخواني هاي الطريقة هاي الطريقة يعني مكونة من الدائرة الخارجية والراديو الدائرة الخارجية مكونة من مقاومة ترانزيستور مكثف قطبي ومكثفين ميت نانو شوفوا رسم الدائرة واضح جدا هذا الملف أخواني الموجود قدامكم هو عبارة عن ملف قطره 30 سنتي في 7 لفات من سلك نصف ميلي قطره بدائل ترانزيستور في كل دوائل اللي راح نشرحها البدائل اللي هي موجودة قدامكم هاي هي أنا جربت هاي البدائل بي سي 547 بي واثنين ان ثلاث تسعمية واربعة سي 18 15 بي سي 5 5 0 هاي حسيتها احسن البدائل لكن في بدائل اخرى جربتها ونجحت هاي البدائل آآ قدامكم آآ الآن آآ في سيئة في هاي الدائرة شو هي طبعا اي راديو عن طريقة بدون شبك ما بنشبك الراديو مع الدائرة اخواني الكرام الآن بالدائرة هاي اللي امامكم ما بنشبك مع الراديو فقط يوضع الانتين فوق الملف لكن سيئة هاي الدائرة انه الموجة ما راح يتم التقاطها الا لما يكون الانتين او الهوائي قريب جدا هواء الراديو قريب جدا من الملف يعني بيكون تقريبا يعني شبه يعني ملاذ يعني شبر تقريبا 10 سنتي الى 20 سنتي فقط فوق الملف يستطيع التقاط الموجة هذا الشيء مزعج حقيقة لكن يوجد طرق اخرى للراديو في حوالي ثلاث طرق غير الطريقة هاي موجودة في قناتنا الثانية ربما اذا طلبتوني رح اعملكم فيديو خاص عنها المهم هاي الطريقة الاولى بشرح اليوم سيئة اذا قرب الراديو من الملف خلي انتقل للطريقة الثانية الطريقة الثانية هاي هي قدام اخواني الكرام الطريقة الثانية هي عبارة عن ثلاث ترانزستورات مع افو ميتر هاي الطريقة تعتمد نفس الترانزستورات السابقة نفس المكثف اللي هو ميت نانو والعشر كيلو اوم قدامكم يعني حلوة كثير كثير الدائرة زي ما هي موضحة قدامكم الان سيئة هاي الدائرة حقيقة انها اعماقها طبعا العمق خلنحكي بجميع الدوائر ممتاز جدا ومرضي حسب حجم الملف لكن بهاي الطريقة لا يوجد صوت هو نعتمد فقط على اشارة ال افو ميتر مكان الملف موجود هون عنا نستخدم ملفين بالدائرة الاولى تبعت الراديو استخدمنا ملف واحد فقط لكن على الطريقة الثانية اذا سيئت هاي الدائرة انه ما فيها صوت الطريقة الثالثة نعتمد فيها بدل ثلاثة ترانزستورات اربعة ترانزستورات هاي الطريقة الثالثة اربعة ترانزستورات امامك كيفية تركيب ترانزستورات امامك طبعا جميع الدوائر عنا هون تميز بين المعادن جميع الدوائر تميز بين المعادن هاي التوضيح للتمييز وين نحط نقطة ال 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 الوصل اه يعني عشان الجهاز يكون تمييز واضح جدا لكن طبعا هاي توصيل الدائرة بالتفصيل يعني عنا بهاي الدائرة اخواني اخواني الكرام اه شغلتين الشغل الاولى انه اه عنا تقريبا اه بطارية تسعة الى اثناشر وولت وافضل تسعة وبطارية ثانية مقدارها اربعة ونص وولت الان اه سيئت اه هاي الطريقة حقيقة عدم وضوح الصوت الصوت ضعيف ايضا الاشارة بتشوش احيانا هاي سيئت الدائرة اللي امامك تشويش وعدم مضوح الصوت خلينا ننتقل للطريقة الرابعة الطريقة الرابعة قدامك اخواني الكرام اعتدمدنا فيها ثلاثة ترانزسورات مع اي سي خمسة 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 طبعا مهمة الاي سي الخمسة خمسة خمسة الان امامكو هي فقط لتكبير الصوت لتكبير وتنظيف الاشارة تكبير الصوت تكبير الصوت اذا اه قدامكو هنا الاي سي خمسة 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 اه لتكبير الصوت اخواني الكرام طبعا يوجد تعديل على هاي الدائرة اه حقيقة انا ما كنت يعني لازم وضعت ونسيت صراحة اللي هو رقم ثلاثة الرجل تلقم ثلاثة تتصل ب اه اللي هو مكثف قطبي مقدار وعشرة اه مايكرو فاراد اه قبل لتصل السماعة اذا من الرجل ثلاث عشرة كيلو عشرة افن عشرة مايكرو فاراد الى السماعة اه السبعة الرجل سبعة في واحد كيلو لو ما وصلناها اه بواحد كيلو بمشى الحال اه الرجل اه خمسة الرجل ستة لو ما وصلناها برضو بمية نانو ان شاء الله بيش تشتغل الدائرة عادي اه اذا اه لكن فيه سيئة برضو لهاي الدائرة شو هي السيئة لهاي الدائرة اخوان الكرام اه انه الصوت منخفض الاشارة الاشارة واضحة لكن الصوت منخفض الان اه خليني نروح على الطريقة الخامسة الطريقة الخامسة بتعتمد على طبعا اخوان الكرام خليكم معنا بالطرق واحدة واحدة وخليكم يعني اسمعوا كل كلمة نحكيها علشان تستفيدون الطريقة الخامسة زي ما تشايفين اخوان الكرام احنا نستخدم تقريبا نفس الدائرة لكن بتعديلات ونماذج مختلفة لنفس الدائرة تقريبا الطريقة الخامسة بتعتمد بنوصل لحت 39 كيلو اخر مقاومة مستعملة عنا 39 كيلو اه اه الان يعني لما بنو اه 39 كيلو الثانية انا حط اه مدخل اه مدخل هاتف الحقيقة لازم نستبدل هذا المدخل بسماعة هدفون او اذا بدكوا تعتمدوا الهاتف فيه برنامج معين اسمه سكوب بندخله على الطريقة هاي بندخله بدل السماعات حطينا 10 كيلو فوق فبدل السماعات رح ندخله وان شاء الله الهون بالهيدفون الصوت واضح جدا وممكن نستخدم الاشارة كرؤية للاشارة عفوا ندخل الهاتف كرؤية للاشارة وممتاز جدا الاشارة هون الفولتية لدينا المستخدم من 9 الى 12 فولت واضح مكان استخدام الفولتية اتصور مكان استخدام الفولتية اخوان الكرام واضح على شمال كو فوق محل 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 ببطارية وسال البطارية تحت واضح لا تنسوا اخوان الكرام ممكن نركب هاتف او ممكن نركب ايش سماعة هيدفون بهاي الطريقة سماعة الهيدفون ما بندخل عليها العشرة كيلو يعني قبل العشرة كيلو وممكن نستخدم مثنتين يعني بنركب سماعات الهيدفون بين كلمة السالب قبل ما نصل كلمة السالب على نفس الخط ونركب فوق على قبل العشرة كيلو اللي واضحة اخر اشي بنركب سلكين سماعة الهيدفون وبرضو بنوصل الجك على الهاتف بيشتغل الاثنتين معنا وتمام التمام لكن ايضا في سيئة لهاي الطريقة شو هي هاي السيئة اخوان الكرام السيئة اللي بهاي الطريقة انه لا يوجد صوت مسموع على سماعة كبيرة فقط على سماعات الهيدفون واشارة الهاتف الان خلينا نحكي عن افضل طريقة شو هي افضل طريقة لجهاز كاشف معادل بنحكي بدائرته اليوم وهي الطريقة السادسة الطريقة السادسة اللي هي هاي الدائرة اللي هي دائرة الكاشف الكافي هاي الدائرة اخوان الكرام ممتازة جدا صوتها ممتاز اه ما بتحتاج ممكن نركب عليها ايضا اه هاتف و بندخل عليها يعني رؤية بالاضافة انه ممكن نحط لد على يعني السلكين الريحات على السماعة والاحمر والاصفر اه لو ركمنا عليهم لد بيمشي الحال ايضا بنركب عليهم هاتف وبيمشي الحال ان شاء الله تعالى والسماعة الكبيرة ايضا ف هاي الدائرة بنركب عليها بطارية من 9 الى 12 اخوان الكرام لا تنسونا رجاء من الاعجاب بالفيديو تعليقاتكم الكريمة اي تعليق انا دائما بفتح عليه وبسمع وخليكم معنا بالفيديوهات القادمة نراكم دائما على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة